موسيقى اخبار التاسعة من قناة يا من شباب يقدمها لكم هشام الزياد وطفاء عبدالعزيز وتشاهدون في النشرة اجتماع لهذه مع مستشاريه يرحب بمشروع اتفاق الرياض وإعادة تموضع قوات التحالف في عدل المبوث الأممي يصل صنعا للقاء قيادة ميليشيا الحوثيين على وقع تقدم للجيش الوطني بصابة موسيقى الجوع يهدد ربع مليون يمني وميليشيا الحوثي تسرق الأموال لإقامة فعاليات طائفية موسيقى ننتقى الآن إلى التفاصيل حيث رحب اجتماع للرئيس عبدالربو منصور هادي مع مستشاريه باتفاق الرياض وبالجهود التي قامت بها السعودية لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة أما شهد الرئيس هادي في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي شهد بالجهود الحميدة التي قام بها الفريق الحكومي في المحادثات للوصول إلى مسودة الاتفاق نعم وقال هادي إن مسودة الاتفاق أكدت حرص الجميع وفي المقتمة السعودية على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم شرعية ويتأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ومقرارات مؤتمر الرياض وثمن الاجتماع جهود الرئيس في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق كذلك جهود الفريق المكلف الذي حرص على تقديم مصلحة اليمن والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية والالتزام بمرجعيته التي هي الأساس والقاعدة التي يلتزم بها وتنطلق منها المبادرات والحلول والاتفاقات التي توفر الضمانات لاستعادة الدولة وفي السياق رحب اجتماع هادي مع مستشاريه ببيان التحالف العربي لإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادات سعودية وتطلع المجتمعون إلى مرحلة جديدة في الكفاح أساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له اليمنيون وقواهم الحية كما أكد الاجتماع على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل من أجل تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعود وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية وضع الاجتماع القوى السياسية إلى أن تكون عند متطلبات المرحلة وتوحيد الصفوف والامتناء عن أي فعلا يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية أو يؤدي إلى إثارة الخلافات والانقسامات والالتفاف حول القيادة الشرعية هذا وأعلن التحالف العربي أن قواته أعادت تموضعها في عدن بقيادة السعودية كما أعادت انتشارها وفق متطلبات العمليات وقال التحالف في بيان جديد هذا التموضع يأتي في إطار جهوده المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموما ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية وأشهدت قيادة التحالف بكل الجهود التي بذلتها كافة القوات وفي مقدمتها القوات الإماراتية وساهمت في نجاح الخطط المعادة لتنفيذ مهام العمليات بكل كفاءة واقتدار وعكدت قيادة قوات التحالف استمرار جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية تبدد التفاؤل بإعلان الاتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الانتقال رسميا كما أعلنت عنه مصادر حكومية يمنية ووسائل إعلام السعودية في وقت حذر حذر وزراء مناهضون لدور الإمارات والسعودية والشرعية من مغبة الإقدام على الاتفاق خرجت مسودة اتفاق الرياض عن طريق تسريبها عبر كافة الصحف السعودية بشكل متزامن الخميس الماضي متضمنة التأكيد عن أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وقع المسودة مبدئيا أما التوقيع المعلن فقالت الصحف السعودية إنه سيتم اليوم الأحد تبعه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بتصريح أكد خلاله أنه جرى توقيع بالأحرف الأولى وكشف أن التوقيع الرسمي سيتم في غضون يومين أتى يوم الأحد ولم يتم التوقيع الرسمي على الاتفاق كما كشفت الصحف السعودية المرتبطة بدوائر القيادة السعودية فما الذي طرأ ولماذا لم يجري التوقيع الرسمي الذي كان مقرر ليوم الأحد وهل يعود ذلك إلى شروط جديدة وضعها الرئيس هادي على السعوديين رعاة الاتفاق وصناعه تقول مصادر حكومية خاصة لقناة يامن شباب إن الرئيس هادي متوجسا من إسراء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على إقامة فعالية رسمية بحضوره شخصيا كرئيس للجمهورية اليمنية وبحضور دولي للإعلان التوقيع الرسمي للاتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي الذي يعتبره الرئيس انقلابيا ومتمردا بقوة السلاح المدعوم إماراتيا على الدولة ومؤسساتها تشير المصادر كذلك إلى أن الرئيس غاضبا من ضغوط السعوديين عليه بشأن الاتفاق وإجبار حكومته على التوقيع لكنه لم يفصح عن غضبه أمام القيادة السعودية في وقت تبدو متحمسة لتوقيع الاتفاق في فعالية رسمية حشدت لها سفراء الدول الخمس اتفاق من شأنه تأجيل المشكلة والإبقاء على أسبابها وتجريد الشرعية من سيادتها ومنحها سلطة شكلية تحت سيادة التحالف العربي على طريقة اتفاق أسلو الذي منح الفلسطينيين سلطة إدارية تحت سيادة الاحتلال الإسرائيلي ذلك أثار أسئلة حول أسباب اندفاعها رغم أن الاتفاق لم يحل المشكلة لكن مسؤول سعودي الرفيع كشف للورتيرز أن رعاية المملكة لاتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي يشكل فرصة لأن يرى الحوثيين أن السعودية تفضل أن تكون صانعة للسلام بينما تريد إيران تصعيد الوضع في المنطقة بدأ المسؤول السعودي كمن يفصح الرغبة بلاده في أن تكون الرعية لاتفاق مماثل بين الشرعية والانقلابيين الحوثيين فيأتيه الرد الحوثي من طهران حيث التقى أمس السبت ناطق الجماعة محمد عبد السلام بوزير خارجية إيران أزلنا في ذات المضوحة كشف نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الداخلية أحمد الميسري عن أن الإمارات انفقت أكثر من 48 مليار ريال سعودي لتنفيذ تمردها على شرعية في العاشر من أغسطس الماضي مؤكد الوزير الميسري خلال اللقاء مع الشيوخ قبائل المحافظة وقيادات سياسية وعسكرية أن مشروع الإمارات في اليمن قد سقط ولن يتم القبول بأي اتفاق مع مليشيا الانتقالي التابعة لها إلى ذلك شف مصدر حكومي يمني رفيع أن اتفاق رياض لم يلب الرغبة الحكومية في استعادة سلطتها على المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها عدن كما لم يحقق أيضا طموحات مليشيا الانتقالي في انفصال الجنوب جدد مسؤول في الحكومة اليمنية دعوته للسعودية بعدم التورط في اتفاق ينهي تمرد مليشيا الانتقالي الإماراتي الذي تم في العاشر من أغسطس الجاري وتوقع وزير النقل في الحكومة صالح الجبواني فشل الاتفاق الذي وقع مسودته الأولى في الرياض نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي مع اقتراب موعد توقيع النهائي خلال الساعات المقبلة وفقا لتصريحات مسؤولين في الحكومة قال الوزير الجبواني في تغريدة على تويتر نربأ بالسعودية عن التورط في مشروع كهذا لأنه سيفشل وسيسقط على الأرض كشف وزير النقل صالح الجبواني عن خطة تنظيم مؤتمر جامع لأبناء محافظة شبوة خلال الفترة المقبلة وأكد الوزير الجبواني في كلمة له خلال حفل تأبين لمحمد عيدروس السليماني احرز تقدم كبير لعقد المؤتمر مشيرا إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشي الانتقالي في شبوة حالت دون الاسمرار في ترتيبات أقاد المؤتمر كنا نمحة وإياه كيف نخدم هذه المحافظة كيف نوحد شمل أبنائها كيف نبدأ بخطوة ندعو فيها كل الأبناء المحافظة للاجتماع والامتعام لكي لا تكون هذه المحافظة فريسة فريسة للأطماع وفريسة للأهواء وفريسة للتدخل من قبل الآخرين ترسلت أنا كنت في لندن وتواصلت معها كما تواصلت مع العديد من رموز هذه المحافظة واجتفقنا على فكرة المؤتمر الجامع للمحافظة حينها حينها كانوا نخافية في حضر موت بدأوا بفكرة المؤتمر الجامع وفي شان آخر هاجم وزير النقل التدخلات الخارجية في البلاد وقال إنها قد سرقت كرامة اليمنيين وقال الجبواني أننا لا نطلب من أحد شيئا نريد الكرامة فقط في إشارة إلى التحالف العربي كما تعلمون أيها الأخبر الوطن اليوم يتعرض لمؤامرة فضيعة مؤامرة تستهدف تقطيع أو ظالم تستهدف تدميرا تستهدف تدمير إنسانا نحن نقع على شابة وحيرة النفط الأمم ونحن خبراء نحن إلى جوار أبنى دول العالم ونحن نتوسل أن نعيش بكرامة فقط لا نريد من أحد شيء لا نريد منهم شيء أبدا نريد منهم فقط أن نتركونا لنعيش بكرامة في وطننا في شان آخر ناشد جرح الحرب من إقليم عدن ممن يتلقون العلاجة بولاة بنجلور الهندية لا شهد الحكومة الشرعية فتح مخصصات علاجهم المتوقفة منذ أكثر من شهرين عقب أحداث التمرد التي تسببت بها ميليشي الانتقالي الإماراتي نعم وقل الجرحين هم مهددون بالطرد من السكن في الأيام القادمة بعد توقف العلاج ومخصص التغذية منشدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تدخل وفتح المخصصات والاعتمادات المالية عدم إقحام ملف الجرح في الشؤون السياسية وحمل الجرح رئيس الوزراء معين عبد الملك المسؤولية الكاملة عن توقف علاجهم منذ شهرين ويعاني أكثر من 29 جريحا من توقف العلاج منذ أكثر من شهرين بعد اندلاع الاشتباكات بين الحكومة الشرعية وميليشي الانتقالي في عدن فجر مسلحون من ميليشي الانتقالي الإماراتي أنبوبا لنقل النفط الخام في محافظة شبوة في حادث هو ثاني منذ مطلع أكتوبر الجاري وقالت مصادر محلية أن أنبوبا النفط تعرض لهجوم تخريبي جديد في وقت متأخر من مساء السبت عند المدخل الشرقي لمدينة غرير في مدينة الروضة في مديرية الروضة في حين لم تذكر المصادر معلومات أخرى حول الحادثة ويعد هذا ثاني هجوم منذ مطلع أكتوبر الجاري وسبق أن تعرض أنبوب نقل النفط الخام الممتد من حقول لعياد في مديرة جردان إلى ميناء نوشيمة في رضوم للتفجير في مفرق الصعيد جنوب عتق وفي التاسع من أكتوبر الجاري هاجم مسلحون شاحنة نفط خلال عودتها من مارب إلى حقل العقلة النفطي في شبوة بعد تفريغ النفط ما أدى إلى احتراقها وتصعدت هذه الهجمات التخريبية بعد سيطرة القوات الحكومية على المحافظة وطرد قوات ما يسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات والتي خسرت السيطرة على الشبوة عقب التمرد العسكري في عدن أقدمت ميليشي الحوثي الانقلابية على اختطاف العشرات من الصيادلة والعملين في مجال الصيدلة في العاصمة الصنعاء في إطار حملات تعصفية تمارسها لابتزاز قطاع الخدمات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وقال مظر في نقابة الصيادلة إن الميليشي اختطفت عددا من ملاك الصيدليات واقتدتهم إلى السجون بذريعة مخالفة قانون مزاولة المهنة والتأخر في دفع الضرائب نعم وأكد المصدر أن نحو 40 صيدلية تم إغلاقها خلال الأيام الماضية من قبل مشرفين في ميليشي الحوثي بسبب رفض ملاكها دفع الإتاوات في حين أجبر آخرون من ملاك الصيدليات على دفع أموال مقابل الإفراج عنهم بينما لا يزال العشرات محتجزون في سجون البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة ومراكز الشرطة الخاضعة للميليشيا يموت اليمنيون جوعا وتتضاعف أعداد من يقتلهم الجوع في حين تتباهى ميليشي الحوثيين بإقامة أكبر احتفال في المنطقة بفعالية المولد التي ألبستها ثوبة طائفية وتهدف من ورائها إلى ممارسة الابتزاز وجمع الأموال غير المشروعة باسم الدين مزيد من التفاصيل في هذا التقرير مئات التجار كبار وصغار في مختلف المناطق تحت سيطرة الميليشياء الحوثية تعرضوا للابتزاز والتهديدات وأرغمتهم الميليشياء ومسلحيها على تقديم أموال كبيرة تحت مسمى مناسبات لا حصر لها ترهيب حوثي يستخدم الدين غطاء لممارسة النهب والقتل لم يقتصر على الشركات والمحلات التجارية والأسواق والصيدليات وإنما تعد ذلك للنظر إلى ما يملكه الناس في ريف بعض المحافظات آخر تلك الممارسات حتى الآن قيام الميليشياء بإلزام كل بيت في مديرية حزم العدين بمحافظة إبا على تقديم رأس غنم للمولد النبوي تتعظم انتهاكات ميليشيات الحوثي باسم الديني وتستخدم القرابة المزعومة لسلالة الحوثي بالنبي محمد سيفا مسلطا على رقاب اليمنيين تجبيرهم على التخلي عن أموالهم وبلادهم للحوثي وأسرته لأن جده الرسول كما يزعم وتستمر ميليشياء الحوثي في طغيانها واستعباد اليمنيين تحت سلطتها الانقلابية الغاشمة مستغلة الرضوخ الشامل لليمنيين بمختلف مكوناتهم هناك هذا الصمت والرضوخ الاجتماعي وفر أفضل بيئة خصبة لنمو وحشية الحوثي وأسرته دون رادع كما يتيح صمت الشعب اليمني ومكوناته لهذه الميليشيات مواصلة تجريد الشعب من كافة حقوقه وممتلكاته وفقا لأهواء وأمزجة قيادات الميليشية وتحت لافتات مناسبات دينية وأخرى طائفية ذات منشأ إيراني بحت أقمت رابطة أمهات المختطفين في مارب جلسة استماعين هي الرابعة لضحاية تعذيب في سجون الميليشيا بصنع أربعة مختطفين سردوا معاناتهم التي تعرض لها طيلة أربع سنوات من التعذيب النفسي والجسدي متنقلين بين سجن وآخر تحدث أمام وسائل الإعلام المحلية إلى التفاصيل إنه الشعور بالموت أحس به الشاب ماهر هبة في سجون الميليشيا بصنعاء من شدة التعذيب تورمت عيناه وأذناه بعد ربطه بخيوط من النيلون القاسي تشد من مقدمة الرأس وحتى أسفل الفم ويتم تعليقه ويداه مفتوحتان وفي غرفة أرضية مظلمة يزدحم فيها مئة واثنى عشر مختطفا ولا يدخلها ضوء النهار يلج الجلاد إليهم مقنع الوجه ويمارس بحقهم جرائم إنسانية فضيعة وفقد ماهر القدرة على الكلام في حين توفي زميله عبد الله حجلة وأصيب صديقه الآخر عبد العزيز الحكمي بشلل تام في سجن الأمن السياسي بصنعاء ماهر إسماعي الهبة فؤاد الكبودي صدام القابص ويوسف الغولي أربعة مواطنين أفرج عنهم مؤخرا بعد أربع سنوات من الاختطاف سردوا معاناتهم في جلسة استماع هي الرابعة أنظمتها رابطة أمهات المختطفين في مأرب أربع سنوات من السجن قضيت منها سنة واثنى عشر شهر مخفي في بداية حفزي أربع عشر وسبعة عشر يوم حبست في بيت مخفي تعرض فيها الأنواع التعذيب نقلت إلى السياسي 33 شهر مخفي لفترة أربعة أشهر وبعدها يعني زنزانة جماعية مع ثلاثين شخص في داخل الزنزانة يعني في وضع مأساوي صعب توفي بجواري أحد الزملاء نتيجة التعذيب ونتيجة منع العلاج عنه عبد الله هجلة وضع إنساني بالغ القسوة تعرضوا له خلال فترة الاحتطاف تنقلوا بين سجن وآخر وانقطعت أخبارهم عن أهليهم وذويهم لتبدأ رحلة أخرى من المعاناة النفسية والآلام الجسدية لا صوت غير سياط الجلاد وأنات المختطفين المعاناة التي يعنيناها أيام المرض فقدمنا جميع الضمانات فلم يأخذونا إلى المستشفى ولم يأخذونا إلى المستشفى ضمن الضمانات الكبرى التي قدمت لهم وانطالب الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي للنظر في سجون الحوثيين للأمراض للحالات الصحية اختطفوا جميعا من منازلهم ليلا بتهم وتلفيقات كيدية ومنع البعض من استخدام العلاج وهم مرضى بالكلة حدث هذا واستغياب تام للصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية حتى فقدوا الأمل بالخروج وهم أحياء بعد أربع سنوات من التعذيب القاتل في سجون الميليشيا بصنعاء قدمت لهؤلاء المفرج عنهم ورق اتهامات بالقتل والاعتراف بتنفيذ اغتيالات لمن أراد منهم الخروج توقيع إجباري تحت سياط الجلاد وقسوة التعذيب عمر المقرمي يمن شباب مأرب ناتلنا إلى آخر التطورات العسكرية حيث فرضت وحدات من الجيش الوطني سيطرتها على مواقع استراتيجية بمديرة البقع بمحافظة صعدة وذلك عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثين الانقلابية وذكر مصدر عسكري ليمن شباب نقوات تابعة للواء التحرير سيطر على أعلى قمم سلسلة جبال رشاحة التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال جشيرة بمديرية البقع بمحافظة صعدة وقال المصدر أن قوات الجيش بهذا التقدم أحكم سيطرتها الكاملة على الطريق الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة لقي قيادي في ميليشيا الحوثين الانقلابية مصرعه بنيران أبطال الجيش الوطني في مدرية الموتون بمحافظة الجوف نعم وقال مظر عسكري قياديا حوثيا يدعم محمد حسين مجلي لقي مصرعه في عملية استهداف من قبل الجيش الوطني بعد أن تم رصده بدقة أضاف المصدر أن مجموعة من الميليشيا حاولت انتشال جثة الصريع مجلي إلى أن عبوة ناسفة زرعتها الميليشيا في وقت سابق انفجرت بهم وتسببت في إصابة اثنين منهم ألزمت ميليشيا الحوثين شيوخ قبائل بمنطقة العود في محافظتي الضالع وإب برفض جبهاتهم بعضد من المقاتلين في وقت منيت فيه الميليشيا بخسائر فادحة في جبهات الضالع وقالت مصادر محلية إن مشرف الميليشيا في محافظة إب القيدي أحمد حطبة فرض على كل شيخ قبلي أو متعاون رفض جبهاتهم بما لا يقل عن عشرة أفراد نعم وعقد المشرف الحوثي لهذا الغرض سلسلة اجتماعة بعدد من المشايخ الموالين للميليشيا في منطقة الشرنمى والتي تتبع إداريا محافظة الضالع فيما من المتوقع أن يعقد اليوم لقاء ثالث في منطقة بيت الشرجي التي تبعد نحو خمسة كيلومترات شمال خط النار من جبهات الفاخر بمحافظة الضالع ميليشيا الحوثي وباستخدام مؤسسة الدولة وأجهزتها تعيد تكريس الإمامة عبر سياسة الإرهاب والقمع والتنكيل نشاهد التقرير التالي تعيد الإمامة الغاشمة فرض نفسها في شمال البلاد على غفلة من الزمن وتساهل غريب من قبل الشعب اليمني ونخبه وأحزابه وقيادته ومختلف مكوناته ومن خلال الانقلاب الحوثي وباستخدام مؤسسات الدولة وأجهزتها تعيد الميليشيات تكريس الإمامة عبر سياسة الإرهاب والقمع والتنكيل وتبدو ميليشيات الحوثي في عجلة من أمرها للإعلان رسميا على نهاية العهد الجمهوري في شمال اليمن وعودة نظام الإمامة تغيرات متسارعة للكتاب المدرسي وفرض تمجيد الآئمة الجدد ممثلين بالحوثي وأسرته في سياق إعادة فرض الآئمة السابقين من بيت حميد الدين وتمجيد تاريخهم ومع فرض اختلاف بسيط في الأسرة التي تهيمن على الحكم بالقوة والعنف من أسرة حميد الدين إلى أسرة بدر الدين الحوثي تتشابه المسميات والتوجهات ولذات التوجه نحو تغيير قدري لطبيعة نظام الحكم وإعادته إلى ملكية أسرة إمامية وتوزيعه حصصا متوارثة بين مجموعة أسر تنتمي لسلالة الإمامة الغاشمة نفسها يحدث كل ذلك واليمنيون غافلون في ملقوة السياسية والنخب في صراعات لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد فبينما تتسارع عمليات تمس هوية اليمنيين وإعادتهم إلى العهد الإمامي الغاشم عبر سلسلة ممارسات أخطرها تغيير المناهج وفرض أسرة الحوثي عائلة حاكمة ومالكة للبلاد يتواصل تماهي اليمنيين بكافة قواهم مع الاستلاب الجاري لليمن وهويته وثوراته وجمهوريته سياسيا وصل المبوث الخاص للأمم المتحدة مارتيني جروفست إلى صنعاء في زيارة قصيرة يلتقي خلالها قادة ميليشي الحوثين الانقلابية مع مؤكدت مصادر ملاحيان جروفست وصل مطار صنعاء الدولي برفقة مساعده معين شريم وسط توقعات بأن تكرس أو تكرس جولته الحالية لبحث عدة ملفات مع قادة ميليشي الحوثي من بينها التقدم في ملف الحديدة وسبل العودة إلى طاولة الحوار وحيى اتفاق ستوك هولم وسبل التهديئة مع السعودية كما يتناول اللقاء ملف الأسرة والمعتقلين المتعثرة من اتفاق ستوك هولم وفرص التعاطي مع مبادرات فك الحصار عن مدينة تاث وكان جروفست التقل جمعة في الرياض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وانقش معه صبل دعم العملية السياسية والجهود المبذولة لتطبيق اتفاق ستوك هولم كشف تقرير جمع البيانات التابعة للأمم المتحدة أن ميليشي الحوثيين ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري 2019 تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال وهجمات على المنشآت الصحية ألحقت بها أضرارا بالغة أم أشار تقرير الأمم المتحدة الذي جاء تحت عنوان الهجمات على الرعاية الصحية في اليمن أشار إلى أن ميليشي الحوثي ارتكبت خمسة عشر انتهاكا ضد العاملين الصحيين في مناطق سيطرتها خلال الفترة من يناير وحتى مارس من هذا العام وبمعدل حالة انتهاكا واحدة في كل ستة أيام وأوضح التقرير أن الانتهاكات تمثلت في ثلاث حالات اعتداء متعمد وحالة قتل وحالة اختطاف واحدة وبلغ إجمالي عدد الهجمات على المنشآت التي أدت إلى أضرار خمس حالات وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير سابق تحققها من استخدام ميليشي الحوثي الانقلابية المستشفيات لأغراض عسكرية في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خاصة في محافظات تعز والجوف لم تكن احتفالات اليمنين بما يسمى بالمولد النبوي في سابق عهدهم كما هي صورة اليوم في منعطق سيطرة ميليشيا الحوثيين حيث تسيد الابتزاز والنهب باسم الدين كما صار القتل مشروعا لمن يخالف أوامر الميليشيا السلالية باسم المولد النبوي يسرق الحوثي وزبانيته أموال اليمنيين ومواشيهم ويقتلون من يرفض الابتزاز تقتحم ميليشيات الحوثي الأسواق وتداهم المحلات التجارية والشركات لنهب ما تستطيع تحت تهديد السلاح وبذريعة تمويل مناسبات دينية أبرزها المولد النبوي مناسبات حولها الحوثي ومليشيته إلى ذريعة لممارسة الاستبداد بهدف النهب والسلب والقتل تحت ذات اللافتة أقدم عددا من عناصر المليشية ينتمون لمحافظتي صعدة وعمران على قتل تاجر في محافظة تعز لرفضه الرضوخ للابتزاز الضحية هو التاجر نبيل عبدالقوي الشميري تعرض للقتل برصاص عناصر مليشي الحوثي أثناء خروجه من منزله في قرية البيريا بمديرية مقبنة متوجها إلى عمله في سوق سقم شهود عيان قالوا إن الشميري رفض دفع أتاوات مالية باهظة للمليشيات وأنه سبق ودفع ضريبة باهظة بسندات من المليشية لكن مسلحان حوتيان يعملان في نقطة حوثية قريبة من منزله ترصده أثناء خروجه من المنزل وقاموا باغتياله وكأن شيئا لم يحدث تواصل مليشي الحوتي استهتارها بحياة الشعب اليملي وسفك دماء المزيد من اليمنيين كما يحلو لعناصرها المسلحة ومسلحيها من اللصوص والقتلة جلبتهم من صعدة ومحافظات شمال الشمال للاعتداء على المحافظات اليمنية التقى ممثلون عن عمال النظافة في تعز وكيل المحافظة عارف جامل وذلك بعد مضي نحو خمسة أيام على تعليق العمال إضرابهم عن العمل للمطالبة بتسويات مالية وكوريس اللقاء بحسب مصادر عمالية لمناقشة الاتفاق الأخير بين عمال النظافة والسلطات والذي تم بموجبه رفع الإضراب يوم الاثنين الفات وقال مدير صندوق النظافة والتحسين في المحافظة عبدالله جسار في تصريح سابق إن اللقاءات بين ممثلين عن العمال والسلطات المحلية انتهت بالاتفاق على تعليق الإضراب وقيام السلطة المحلية بمتابعة صرف مرتباتهم والتخفيف عن معاناتهم أوضح جسار أن عمال النظافة الأساسيين لم يسلموا مرتباتهم منذ شهرين في حين مضت ستة أشهر على العمال المتعاقدين دون سلام مرتباتهم الأمر الذي فاقم من معاناتهم قال وزير الثروة السماكية فهد كفاين إن القطاع السماكي يعيش مرحلة التعافي حيث شهد مستوى الصادرات هذا العام ارتفاعا بصورة كبيرة وهو ما يعد مؤشرا جيدا للقطاع السماكية وشدد الوزير كفاين الذي يزور محافظة المهرة شدد على الضرورة الاهتمام بالتصدير وتقديم الخدمات الأساسية للقطاع الخاص والمصدرين بصورة عامة وشارك كفاين إلى الوزارة الثروة السماكية حريصة على تعزيز إدارة المصائد والرقابة والتفتيش البحري وخلق شراكة مع القطاع الخاص موجها بتعزيز الرقابة على النشاط البحري والمصائد والصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السماكية والمخزون البحري قالت منظمة الصحة العالمية إن ربع مليون يمني باتوا على حافة الموت من الجوع جرى الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أوضحت المنظمة في تقرير نشرت على موقعها الإلكتروني إن الحرب التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي الإنقلابية والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك يعدان من العوامل الرئيسية وراء عدام الأمن الغذائي في اليمن وذكر تقريرنا ما يقدر بنحو عشرين مليون يمني يعانون من عدام الأمن الغذائي فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون جخص على حافة الموت من الجوع إذا لم يحدث تدخل عاجل قال البيان إنه لإنقاذ الأرواح أنشأت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية نظام ترصد للعثور على الأفراد الأشد ضعفا ومرضا لإحالتهم إلى العلاج دشنت جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت وجمعية الحكمة اليمانية أعمال المخيم الطبي المجاني للعيون في المستشفى الجمهوري بتعز يستهدف المخيم الطبي إجراء 45 عمليات لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات ويأتي هذا المخيم ضمن حملة السباق الخير المدعومة كويتيا والتي شملت أيضا مشروع دعم مرضى الفشل الكلوي بمدينة تاعز وسفاد منه نحو 1750 مريض ومشروع العيادات الطبي الخيرية في قليمي الجند وتهامة وسهدف ألفين مريض دشنا مشاريع متنوعة في سباق الخير في قوافل الطبية وفشل الكلوي وكذلك مخيم العيون من دعم من إخواننا في الكويت جمعية تحياء التراث الإسلامي كان الأول مشروع على الفشل الكلوي الذي استفاد منه 1750 مستفيد فضل الله سبحانه وتعالى في مستشفى الثورة ومستشفى الجمهوري ثم بعد ذلك تم الانطلاق إلى إقليم امتهامة بالتنسيق مع إقليم الجند لفتح عيادات متنوعة في الباطنية والأنف الأذن الحنقرة والعيون والنساء والولادة واستفاد أكثر من ألفين مستبيت فضل الله سبحانه وتعالى وكانت العلاقات مجانية 100% فضل الله سبحانه وتعالى وهنا نحن اليوم في هذا اليوم 27-10-2019 ندشن مشروع المياه البيضاء وزراعة العدزات في مستشفى الجمهوري فضل الله سبحانه وتعالى هذا الدعم من إخواننا وأشقائنا وأحبابنا في دولة الكويت الشقيقة نهاية النشرة وهذا تذكير بهم العنوي اجتماع لهذه مع مستشاريه يرحب بمشروع اتفاق الرياض وإعادة تموضع القوات التحالف في عدن المبعوث الأممي يصل صنعاء للقاء قيادة ميليشيا الحوثيين على وقع تقدم للإنتج الوطني بصعدة الجوع يهدد ربع مليون يمنيين وميليشيا الحوثي تسرق الأموال لإقامة فعاليات ضائفية إذا مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة